بحر وصياد وشباك هي أبرز الصور التي تجدها في هذا التحقيق تحقيق وجهة للتهسيس بأهمية الثروة السمكية والوقوف وقفة رجل واحد لإنقاذها من كل السلوكيات التي تهددها رسالة واضحة الملامح قدمها أحمد زكري وعاطف يعيش ورسم الزواري في فيلم وثائقي قصير كمشوع للتخرج مواطنين متع أسفاقص الكل تعرف المشاكل التي تهدد البحر متع أسفاقص والتي تهدد الثروة السمكية متعنا حبينا ناخذها شنين المشاكل هذية نشوفوا الأسباب هذي شنين مناش متأتية وشنين الحلول اللي لقينها واللي قدها الخبراء والبحراء أنفسهم زادا باش يحميوا هالثروة هذية معروفة أسفاقص بالحوت متاحها وبالثروة السمكية ونسبة الانتاج متاحها بالتطورات اللي عايشتها البلاد وبالنقص المنتوج خممنا في فكرة خدمناها عملنا لها التورناج متاحها ومعانتها ربي وفقنا فيها هذا الفيلم الوثائقي نال شرف الحصول على المرتبة الأولى من بين عشر مشاريع في إطار يوم الأبواب المفتوحة الذي نظمه المعهد العالي للإعلامية والملكميديا باسفاقص بالتعاون مع جمعي جسور التواصل وثلة من الأسادث الجامعيين ننظم هذا اليوم الأبواب المفتوحة في ختام للسنة الجامعية ويهدف إلى تعريف باختصاصات المعهد في مجال الأعالمية والمولتي ميديا وكذلك بالنسبة لطلبة تلاميذة الباكالوريا تعريف بالمعهد زيارته مهمة جدا ويهدف كذلك إلى تعريف عبر مشاريع ختم الدروس بإنتاجات المعهد للصناعيين وهذا من شأنه أنه يسهل للمعملية الانتداب متخرج من المعهد العالمية والمولتي ميديا بشهادة مهندس حاليا نخدم في تونس في شركة وننصح الذي يتبع المولتي ميديا أو جنرال يتبع معنات الفاكلتين متعنا المعهد العالمية والميدي ميديا لأنه التكوين متاحها معناتها طيب ويخولك أنك يدخل للسوق وانت عندك كفاءات طيبة مشروع مختص في الإنتاج السمع البصري حظي بأعجاب أعضاء اللجنة وغمر أصحابه بالفرحة وهو ليس الإختصاص الوحيد المتوجف في هذه السنة رغم بعض الصعوبات التي اعترضت أصحابه والتي تلخصت في ضعف الإمكانيات وبطء الإجراءات الإدارية نحن ديزي تجوه بيجي متعنا مع تليميتي مع تفهمتها والحمد لله ربي يتوصلنا عملنا بروجي في المستوى إن شاء الله الصعوبات كانت كبيرة من حيث التصوير الكدرج ما كانش سهل كيما ترفوا إمكانياتنا كطلبة كانت ضعيفة والحمد لله معناها وصلنا حقاقنا للنتيجة هذه الصعوبات التي تعرضنا لها الترانسبور الماتريال ليس موجود كثرة وعندنا وقت محدد لكي نصوروا فيه اللي زين ترفنوا ليس بسهل قناهم نحب نقول للناس الذين تهدد الثروة السمكية متعنا وتهدد المحيطات متعنا وتهدد قيعان البحر والثروة متعنا فرحة النجاح والتألق لا تضاهيها فرحة وما يزيد من العزيمة والإرادة هو الظفر بموقع شغل يرفع من معنويات هؤلاء الطلبة خاصة مع تنامي الاهتمام بوسائل الاتصال الحديثة وحاجة السوق إلى هذا الاختصاص والأهم من ذلك التمكن منه